احنا اليوم تبعاً لقانون الحماية من العنف الأسري لصدر عام 2017 نص هذا القانون على وضع نظام لحماية الشهود في قضايا العنف الأسري النظام طبعاً بنص على أنه تتولى إدارة حماية الأسرة حماية الشهود في السابق ومن وين إجت الفكرة في وضع هذا النظام في القانون في السابق مقدمي الخدمة تحديداً سواء خدمات اجتماعية أو صحية أو تربوية كان عندهم تخوف من التبليغ عن حالات العنف الأسري اللي ممكن يكتشفوها خلال عملهم وبالتالي هذا التخوف أدى في بعض الأحيان إلى تعذر أنهم يقوموا بالتبليغ عن حالات العنف الأسري من هون إجت الفكرة بأن هذول الأشخاص بدهم حماية بالنهاية حتى أنهم يستطيعوا يبلغوا لأنهم بدون ينزلوا على المحكمة ويشهدوا على القضايا فبالتالي لابد من توفير الحماية إلهم نص القانون والنظام على إنشاء شعبة في إدارة حماية الأسرة تتولى هذه الشعبة حماية الشهود من حيث طبعاً مش كل شهود في القضايا اللي ممكن تكون حساسة وتسبب مشكلة للمبلغ أو لمقدم الخدمة فبالتالي هذا النظام جاء بتفصيل اللي إحنا عم نعده تبعاً للقانون جاء بتفصيل اللي هي الآلية اللي بتتم من خلال إدارة حماية الأسرة والإجراءات اللي بتتبعها إدارة حماية الأسرة في حماية الشهود إما في توفير حماية داخل المسكن أو في وضعه في مكان آخر وهذا بترجع لإدارة حماية الأسرة في تقديراتها لحسب نوع الحالي وخطورتها ما عنديش أرقام صراحة حقيقية بس إحنا التخوف من إنه ما يكون فيه تبليغ على قضايا العنف الأسري فعم نشتغل إنه تشجيع مقدمي الخدمة على التبليغ بس ما عنديش أرقام صراحة سابقة إنه بتحكي هل تم الاعتداء على شهود أو لا ولكن يعني إحنا منشتغل بجوز على الوقاية أكتر وعلى إنه كيف ممكن نشجع الناس تبلغ وهنا عم نحكي تحديداً مقدمي الخدمة إحنا الأردن بالأربع خمس سنوات الماضية زاد عدد السكان بشكل كتير رهيب إذن اللي منشوفه من خلال وسائل الإعلام الملاحظة إنه حالات العنف في إزدياد لغاية الآن معناش دراسة علمية بالوضع الجديد اللي دخلت الأردن من حيث معدلات اللجوء العالية معناش أرقام بتحكي عن زيادة معدلات حالات العنف الأسري بس برجع بحكي إنه تحديداً قضايا العنف الأسري عالمياً المكتشف منها أقل بكثير من اللي بحدث لأنه هاي قضية تحدث داخل الأسرة فكل ما زادت حالات التبليغ منعتقد إنه في زاد الوعي وزادت الثقة بالخدمة اللي موجودة لأنه حالات العنف موجودة واللي موجود أكتر من اللي بتم التبليغ عنه يعني المجلس كونه مؤسسة وطنية وحنا دائماً تشريعاتنا وخدماتنا الأردن بتقدم خدماتها لجميع الموجودين على أرض المملكة الأردنية الهشمية وهذا بعتقد ما بسيرش بأي دولة في العالم التشريعات كمان هي بتغطي جميع اللي موجودين سواء في العقوبات أو في الحماية لهؤلاء الناس فبالتالي إحنا لما منشتغل تشريع منوخذ في عين الاعتبار كل المواطنين الأردنيين بحب أتطرق لقانون الطفر اللي الأردن عم بيعده حالياً نحن أخذنا بعين الاعتبار تبعاً لأن الأردن أعلى دولة في العالم عم بيكون فيها لجوء فأخذنا بعين الاعتبار التعامل مع اللاجئين ليس إنه تعامل خاص تمييزي سلبي ولا إيجابي ولكن بسبب وجودهم الكبير في الأردن أخذنا هذا بعين الاعتبار بمسودة قانون الطفر اللي عم نشتغل عليها حالياً ترجمة نانسي قنقر